النهاردة على الفيسبوك مسؤول كبير حقيقة على حسابه على الفيسبوك قال ايه؟ نادي مصري مفلس نادي مصري مفلس مدياً يلعب في الدوري الممتاز ومتوقف عن سادات مستحقات لاعبي من العام الماضي للحد الذي اضطر مديرين فنيين للنادي اللي اعتذر عن الاستمرار في تدريب الفريق كما اضطر لاعبي لشكوى ناديهم جماعياً للاتحاد الاسبوع الماضي خسر هذا الاسبوع مباراته ضد احد الفرق المصارعة على الهبوط بخطأ متعمد من الحارس الاحتياطي علماً بان الحارس الاساسي تواجد على دكة البدلاء اي انه لم يكن موقوفاً او مصاباً اضاف نفس هذا النادي سيلاقي في الاسبوعين القادمين ناديين اخرين من المنافسين على البقاء وتستطيع بكل سهولة تكهن بنتيجة هاتين المبارتين طيب هل اتحاد كرة القادم سيصمت عن كل هذه الامور الحقيقة لو صح هذا الكلام استاذ ماجد سامي الحقيقة الاستاذ ماجد سامي هو اللي قال مهندس ماجد سامي رئيس نادي ودي دجلة هو اللي اتكلم وكتب على الفيسبوك هذا الكلام لو صح هذا الكلام يجب ان يكون هناك حساب شديد جداً 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 لو صح هذا الكلام انا معرفش الحقيقة الاستاذ ماجد سامي انا حاولت اتكلمه الحقيقة كذا مرة عشان افهم ايه وجهة نظره في هذا الموضوع ولكن الاستاذ ماجد سامي قال هذا الكلام على صفحته على الفيسبوك هل هذا الكلام صحيح ولا مش صحيح طيب كلام ده لو صحيح هياخدنا لنقطة شديدة الاهمية ايه هي المعايير والقواعد المالية في الدوري المصري الممتاز وازاي ازاي بيتم منح رخصة لنادي محترف عشان تدي رخصة لنادي محترف يجب ان انت يكون عندك كذا حاجة من ضمن هذه الامور او من ضمن هذه القواعد ان انت ميكونش عليك قضية او قضية تم الحكم فيها حكم نهائي هل هذا الكلام ينطبق على كل اندية الدولي المصري احنا عندنا مشاكل كثيرة جدا جدا في معظم اندية الدولي المصري وبعدين في نفس الوقت يجب ان انت وانت بتقدم الميزانية في اول السنة للاتحاد لازم تقول ان انا عندي ميزانية مثلا انا بصرف على فرقتي 10 مليون جنيه لازم يبقى عندي 15 او 11 او 10 على الاقل علشان اقدر اصرف على الفريق او اضمن حقوق اللاعبين والمدنين الفنيين اللي موجودين فاين اللي بيحصل في كرة القدم المصرية الحقيقة لو صح هذا الكلام والستاذ ماجد سامي من الناس المحترمة جدا جدا في عالم كرة القدم الحقيقة وعافر في الصخر عشان يصل بناديه الى هذه المرحلة وبالتالي ان هو يطلع ويقول مثل هذا الكلام هو كلام خطير جدا الكلام اللي مكتوب ده كلام يعاقب عليه القانون كلام مهم جدا وخطير جدا في نفس الوقت يعني بيقول لحضرتك ان الفرق المتساعدة على الهبوط بخطأ ان الجنة اللي دخل انبارح بخطأ متعمد من الحارس الاحتياطي علما بان الحارس الاساسي تواجد على دكة البدلاء انا الحقيقة مش عارف هو اتحاد كرة القدم فيه من هذا الامر يجب ان يكون هناك خصوصا ان الامر بيصدر من مسؤول كبير في كرة القدم المصرية مسؤول رئيس نادي كبير في كرة القدم المصرية وبالتالي يجب ان يكون اتحاد كرة القدم يروح يحقق في الموضوع ده ويعرف ايه اللي بيحصل هل الكلام ده صحيح ولا مسصحيح ولو مش صحيح يجب ان يتم معاقبة الاستاذ ماجد سامي وجهة نظري وجهة نظر انا دي وجهة نظر البيت الكبير لكن يبقى فيه تحقيق ويبقى فيه شفافية ويبقى فيه نتائج لهذا التحقيق لانه ممكن يحصل معايا بعد كده ضد النادي الاهلي او مع النادي الاهلي النادي الاهلي طبعا لا ينظر لمثل هذه الامور ولكن ممكن يحصل بعد كده مع فريق تاني لو صح هذا الكلام لان كل نتائج مرتبطة ببعض فلو صح هذا الكلام ده كلام خطير جدا يعني النهاردة وانا قاعد بقرة الكلام ده الحقيقة استغربت جدا ان الاستاذ ماجد سامي زي ما قلت لحضراتكم من رؤساء الاندية العقلين اللي بيبقوا عارفين بيتكلموا بيقولوا ايه هل هو كده بيضغط على اتحاد كرة القدم علشان المباراتين القادمتين الفريق اللي هو بيتكلم عنه ده يبقى عليها مرأبة جديدة يعني مثلا معرفش ايه وجهة نظره الحقيقة في هذا الامر ولكن يجب على اتحاد كرة القدم ان يكون له دور في مثل هذه الامور الامور دي مش بسيطة وما ينفعش اتعدي لازم يبقى فيه وقفة لان انا انا كنادي اهلي بعد كده ما ممكن يحصل معايا كده مع فرق تانية وزي ما قلت لحضراتكم النتائج كلها مرتبطة ببعض فمن فضل حضراتكم في اتحاد كرة القدم يجب ان يكون هناك تحقيق في هذا الموضوع والمخطئ المخطئ سواء هنا او هنا ينال جزاؤه ويجب ان يتم هذا الموضوع بمنتهى الشفافية وفي نفس الوقت بمنتهى الاحترافية لانه كلام خطير ومهم جدا اشتركوا في القناة